على شخصية الفنين طبعا أنا مش قادرة أقوم حضرتك تتحدث باللغة العربية وتذكر الإذاعة والمشوار حبك للغة العربية ده جي منين حضرتك أساسا دخلت من أوائل خريجي المعهد العالي للسينما وحبك للغة العربية ارتبط في المدرسة ارتبط مثلا في الكتابة ارتبط بشطرتك في اللغة العربية جي منين أنا علاقتي باللغة العربية هي علاقة أي طالب في المرحلة الثانوية باللغة العربية تمام لكن أذكر بأننا أستاذ اللغة العربية في مدرسة الجيزة الثانوية في المرحلة الثانوية اللي أنا كنت فيها كان معجب بأسلوبي في التعبير والإنشاء والمطالعة وحتى لما عملت فريق تمثيل في المدرسة كان هو بيشجعني وكان بيحول الحصة حصة العربي لبروفية الحفلة اللي احنا بنعملها آخر السنة وهكذا فدي بس كانت الملحوظة في الدراسة الثانوية لكن للحق اللغة العربية زي أي لغة محتاجة للي حبها أي لغة محتاجة الواحد يحبها عشان يتعمق فيها واللغة العربية بقدر ما هي سالسة بقدر ما هي صعبة ودقيقة ومحتاجة لبذل جهد عشان الواحد يتعمق فيها يتميز فيها ويحترمها زي ما حضرتك بتحترمها الآن حتى حديثا طيب أنا عايز أسألك سؤال لمن يقرأ أشرب عمد الغفور مين اللي اتأثرت بيه وانت لسه كده شاب ممثل مقبل كنت بدأت خطواتك المسرحية أعتقد جولفدان هانم أول مسرحية على خشبة المسرح مين اللي شكل وجدانك بالدرجة الأولى نجيب محفوظ نجيب محفوظ بالدرجة الأولى يعني هو اللي أنا غصت فيه زي ما هو كده بيغوص في أعماق أكيد عملت حاجات في روايات نجيب محفوظ نجيب محفوظ سنة ستة وستين أنا عملت فيلم قصير عن قصة لنجيب محفوظ اسمها لونة بارك ودخلنا بيها مهرجان للتلفزيون وكان إخراج الراحل يوسف مرزوق بعد كده أنا شرفت بأن أنا اشتغلت في الجزء الثاني من الثلاثية اللي هو أصر الشوق عملت شخصية كان حلم حياتي وأنا لسه ناشئ أن أعمل حسنين في بداية ونهاية لكن ما عملتوش أيوة طبعا يعني ده كان من الأدوار من قراءاتي كنت متأثر بالرواية جدا جدا بأنه هو يؤديها فيلم القاهرة 30 فيلم مهم جدا في السينما المصرية يعني فيلمه مميز وفيلمة بازل فيه مجهود وعنده رسالة كبيرة مهمة لو أنت بتشوف الفيلم ده دلوقتي إيه العنوان اللي أنت تقول والله برافو أن إحنا قدمنا الرسالة دي في الفيلم ده والله يشوفي للحق يعني نجيب محفوظ لما كتب الرواية دي كتبها في سنة مثلا الثلاثين وكان نسميها القاهرة الجديدة واعترض على هذا الاسم وقتها وبعدين لما تعملت فيلم في سنة ستة وستين بقى اسمها القاهرة الثلاثين طبعا من ستة وستين لغاية عشرين تلاتة وعشرين في حاجات كتير جدا اتغيرت في حياتنا وفي حاجات كتير جدا من داخل أعماق هذه القصة ما زالت موجودة في حياتنا زي في كل حتة في الدنيا صح مفيش يعني نقدر نقول أنه الفيلم أقدم رسالته لكن لسه في حاجات مكملة بالتأكيد وحتفضل ما انتفتش وحتظل أصلي دي الحياة الحياة عمرها ما هتخلو من النقيد ده الخير والشر والطموحات والوصولية والفساد الحياة دي تخلو هي الدنيا كده ترجمة نانسي قنقر